سؤال 53 بيقول لي يتحدد الجهد الكهرابي اللي حيز من الفضاء من العلاقة من دين الفي اللي بتتغير بتغير X Y Z X تربيع زائد X Y تربيع زائد Y Z تربيع حدد المجال في هذه المنطقة عند الاحداثة 3 و 4 و 5 عن 3 ديت اللي هي ال X و 4 اللي هي ال Y وال 5 اللي هي الزد طيب الموضوع ده اللي هو بتاع الاشتقاق الجزئ المشتقة الجزئية هتعمل كلها تقول برشل V على برشل X مشتقة الجزئية للجهد بالنسبة لاتجاه X هنا عندي X اه طالما موجود عندي X يبقى اشتقة 2X الجزء ده عندي X اه بس في حاجات تانية جنب X نزلها ثوابت نزلها ايه ثوابت يعني تنزل Y تربيع ثابت مشتقة X بتساوي 1 الجزء ده في X لا موجود X يبقى كيني ولا شايفه اعمل نفسك مش شايف انت كده اشتقيت المعادلة جزئيا في اتجاه X وتقول له برشل ولا عملاك في سطر الى تحت تقول له برشل V على برشل Y لاشتقاق الجزئ بالنسبة ل Y هل هنا عندي Y لا يبقى ولا كيني شايف عندك Y اه نزل اللي جنبها ثابت اللي جنبها مين X طب مشتقة Y تربيع 2Y زاد الجزء التالت ده عندك Y ايوه نزل اللي جنبه ثوابت Z طيب ومشتقة Y بواحد يبقى هذي زد هنبس هنزبط الامور بدلا ما X اتنين Y هتبقى اتنين X وي وخلاص اتنين X وي وبعدين هنشتق المعادلة كمان مرة بالنسبة لزد يعني برشل V على برشل Z هل هنا عندي زد لا يبقى خلاص طنش عندك زد هنا ولا كينك شايفة لا عندي زد اه جنبها Y ده ثابت نزله مشتقة الزد بكام بواحد يبقى كأن Y مضروفة فيه واحد بعد ما تعمله الحركة ديت بس مجرد تضحك عليك تقول له ايه ان ايه ان المجال يساوي سالب المسلس المقلوب ده اللي هو اسمو ديل وعليسه V سالب ديل V او التدرج V وبعدين تروح اعمل ايه تقول له يساوي حط السالب بره وافتح قوس اللي انت طلعته الاولين ده اكتب جنبه X هات اللي انت طلعته الاولين حطه في قوس يعني اتنين X زائد Y تربيع وجنبها X هات تجاه X يعني زائد ها التاني ده تحط جنبه Y هات يلا بين افتح قوس اتنين X Y زائد Z اعفل القوس دي Z مش اتنين ها حط جنبها Y هات زائد الثالثة دي اللي هي ال Y في اتجاه Z هات افتح قوس حط جنبه Y اتجاه Z ايه هات احنا عايزين المجال عند نقطة آآ ثلاثة واربعة وخمسة يعني اي حاجة في المعادلة اللي قدامك اسمها X شيلها وحط ثلاثة ال Y شيلها وحط اربعة الزد شيلها وحط خمسة يعني اتعاوض مباشر بس خلي بالك وانت بتعاوض ما تطلق باشي يعني هيساوي السالف زي ما هي القوس دي عبارة عن هنا في قوس تاني صغير اتنين مضروبة في ثلاثة مضروبة في ماش مضروبة في حاجة اتنين في ثلاثة زائد اربعة تربيع كل ده في اتجاه X هات زائد افتح قوس كمان مرة اتنين مضروبة في ثلاثة مضروبة في اربعة زائد زد اللي هي بتساوي خمسة افل القوس في اتجاه Y هات زائد ال Y باربعة زد هات اعمل دي بقى كده بالقالة الحسبة ولا بمخك اده اربعة في اربعة في ستاشر واثنين في تلاتة في ستة ستاشر والستة يبقى كام اتنين وعشرين مضروبة في سالب برا سالب ده تتدرب في كل اللي جوه ده يا شباب هيبقى سالب اتنين وعشرين X هات ده قيمة المجال عند هذه النقطة أو ده متجه المجال عند هذه النقطة وبعدين عندك اتنين في ثلاثة بستة اربعة وتربيع بع legs وخمسة تسعة وعشرين اضربها في السالب يبقى سالب تسعة وعشرين وي هات وعندك العربعة زد هات بس في سالب بالرقوس يبقى سالب اربعة زد هات وكان الله بالسر عليه أنت كده جبت قيمة جبت اتجاه المجال لو قال لي أوجد قيمة المجال لو طلب منك قيمة المجال تعمله مطلق قيمة المجال عند هذه النقطة الجزر التربيعي لسالب 22 بنقسين لكل تربيع زائد سالب 29 بنقسين لكل تربيع زائد سالب 4 بنقسين لكل تربيع كل يدد تحت الجزر وتطلع النتج وتكتب جنبه فولت على متر أو نيوتن على كلهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته